جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي التأكيد على ضرورة تحلي كافة الأطراف بالحكمة والمسئولية ووقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة وفي لبنان محذرا من خطورة استمرار التصعيد بما لذلك من تبعات جسيمة على شعوب المنطقة كافة وتطلعاتها نحو الاستقرار والتنمية جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقه الرئيس السيسي من الرئيس القبروسي نيكوس خريستوليدست وتناول العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية هذا وشهد الاتصال تأكيد التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية ودفع سبل التعاون في مختلف المجالات بما يتفق مع مصالح الشعبين الصديقين خاصة في المجالات الاقتصادية وملفات الطاقة وربط الكهربائية كما أكد الرئيسان التزامهما بآلية التعاون الثلاثي مع اليونان وباكتماعتها الدورية باعتبارها أحد الأدوات المهمة لتفعيل التعاون الإقليمية من جانبه ثمن الرئيس القبروسي الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار بالإقليم مشددا على حرص بلاده على دعم جميع الجهود الرامية لاستعادة السلم والأمن في المنطقة